تغرد ثم تمحو تقول وتتراجع الخارجية مخترق حسابها تعلن الوزارة وتشكو الوزيرة من المخترق وأي مسافة بينه وبين الحساب لا أحد يعلم هي قصة حدودها العالم الأزرق ارتبطت بعودة قضية لوكوربي وتسليم أبو عجيل المريمي وتصاعد الردود خرجت بيبة عن صمته منتصف ديسمبر وأكد تسليم الحكومة لأبو عجيلة وسلامة الإجراءات وحذر من التورط في الدفاع عن إرهابي وفق تعبيره آنذاك بعد خمسة أيام علق حساب الخارجية ودان تسليم أبو عجيلة ووصفه بالاختطاف مطالما بالتحقيق في الحادث ساعات وتتبرأ الخارجية وتعلن خللا فنيا ومساعيها لاسترداد الحساب نتفهم تعرض حساب الخارجية للاختراق ترد واشنطن أيضا وتؤكد زيف معلوماته آنذاك وتشدد على سلامة الإجراءات وجنائية هذا المسار ونفت كذلك نيتها فتح باب التعويضات بعد إغلاقه حساب المنقوش هذه المرة عاد واستنكر تصريحات البيبة وتبرأ منها ومن الخطوة وصف الفعل بالمنافي للقيم الإنسانية واستغرب كذلك بيان الخارجية الأمريكية وطلب النائب العام بالتحقيق قبل ذلك بأسبوع الشركة القابضة للاتصالات أعلنت عن هجمات على قطاعها وأكدت إحباط سلسلة حادة متنوعة استمرت عشر ساعات وأسقطت الخوادم والجدران النارية وفق تعبيرها الحكومة أشارت لهذه الهجمات وانطلقت منها إلى التنويه إلى حدوث خرق أمني لحساب وزيرة الخارجية على تويتر بعد تلك التغريدة ومساعي الفرق الأمنية لاسترداده وبعد ساعات أعلنت الخارجية استعادة جدار المنقوش فأي دلالة للحادث؟ هل الاستعادة مؤقتة أم دائمة؟ وهل ستكشف التحقيقات عن الفاعل؟ ومرة أخرى؟ أي مسافة بين المخترق والحساب؟ شكرا